استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في الديوان الملكي بقصر السلام في جدها اليوم فخامت الرئيس قاسم جماريت كايف رئيس جمهورية كزاخستان وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كزاخستان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضر الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العبان ومعالي وزير البيئة والمياه وازدراع المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي الوزير المرافق ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى كزاخستان الأستاذ حسين المحمدي فيما حضره من الجانب الكزاخستاني الوفد المرافق لفخامتها